تشاهدون في هذه الحلقة معرض في تعز يوثق بالتاريخ مراحل تطور العملة اليمنية والمواطن يبحث عن تأثير توالي الإصدارات الجديدة على قيمة الريال سوق الخضار في المركز بتعز صورة من عطاء أرض السعيدة وحقيقة أننا نأكل مما نزرع ازدحام ملاهي الألعاب في تعز بمناسبة إيجازة العيد والسؤال عن مدى إجراءات السلامة ووسائل الأمان أهلا بكم من جديد نبدأ حلقتنا بموجة سريع لأهم البرامج العادية التي شهدتها تعز خلال إجازة عيد الأضحى المبارك حظي المهرجان العيدي الذي نظمه مكتب الثقافة بتعز واحتضنته قلعة القاهرة التاريخية للعام الثاني على التوالي حظي بإقبال جماهيري ومشاركة شعبية واسعة واعتبر الكثير زخم الحضور طيلة أيام المهرجان الثلاث دليلا وتأكيدا من أبناء تعز على رغبتهم العيش في أجواء تسود فيها قيم الإخاء والمحبة والسلام ورفضا منهم للحرب التي تشنها الميليشيا الإنقلابية على المحافظة منذ أكثر من خمس سنوات وتضمنت فعاليات المهرجان التي شارك فيه فنانون وممثلون ومبدعون تضمنت فقرات ثقافية وفنية وعروض مسرحية ورقصات شعبية عكست ما تزخر به تعز من إرث ثقافي وما يتميز به ابن الحالبة من سلوك حضاري في الاحتفال بمناسباته الفرائحية والعادية المتجددة وتحظى قلعة القاهرة باهتمام خاص من قبل أبناء تعز بعد بارها معلما تاريخيا يعود تاريخ إنشائه إلى عهد الدولة الرسولية قبل ما يزيد عن 700 عام مشاهدين يبدي الشارع في تعز تخوفه من تأثيرات محتملة على الاقتصاد الوطني جراء الإصدارات المتعاقبة للعملة المحلية بطبعات جديدة ويأتي هذا التخوف في ظل تحذيرات أطلقها اقتصاديون يؤكدون فيها وجود تأثيرات سلبية على القيمة الفعلية للريال مع استمرار الإصدارات الجديدة والتي كان آخرها فئة المئة ريال بين وقت وآخر يضخ البنك المركزي بعدا إصدارات جديدة من العملة النقدية المطبوعة حديثا إلى الأسواق المحلية في إطار سياسة النقدية اتخذها المركز اليمني عقب نقل مقره إلى عدن ويؤكد إنها تهدف إلى ضغطية السوق وسد الحاجة من نقص الفئات المختلفة من الأوراق النقدية سياسة يؤكد خبراء اقتصاديون بأنها وإن نجحت في توفير السيولة إلا أنها تتسبب في فقدان الريال اليمني لكثير من قيمته الفعلية المعروض الجديد أو الإصدارات الجديدة يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي بالتبعية الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عرض النقود مقابل العملات الخارجية في ظل غياب للصادرات من النفط ومن السلاع الأخرى عدم دخول للعملة المحلية عدم دخول للعملة الأجنبية يؤثر سلبا على سعر الريال اليمني بالتدهور ارتبطت إصدارات العملة النقدية في اليمن عبر تغيير النماذج بمراحل تاريخية مختلفة وارتبط تنويع العملة بالتغيرات في الأنظمة السياسية ويوثق معرض صور العملة التي احتضنته جامعة تعز على هامش فعاليات تخرج الدفعة الثامن عشر علوم مصرفية ومالية يوثق المراحل التي مرت بها العملة النقدية في هذا البلد ولعل الأهم في هذا المعرض توضيح صورة التراجع الرهيب في قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأخرى كان الهدف من تعريف الجمهور على هدف أن العملة كانت في البداية لها قيمة ذهب فكان الهدف منها أن نقد صور العملات القديمة تعريف الجمهور فيها ومن تداولها مسبقا وحيث وجدنا عملات قديمة دولتها ما قبل الجمهورية الحكم الرسوليين والمماليك والدولة العثمانية يرى مهتمون بالتوثيق في مثل هذه المعارض فرصة للمواطن في تعز وغيرها للتعرف على تاريخ تطور العملة المحلية ومعرفة أنواع وأشكال العملة المتداولة عبر العصور المختلفة من قبل الإسلام وحتى الدول الإسلامية وغيرها من المراحل مثل هذه المعارض يعني حدوث معارض الجانب التوثيقي لليمن من جانب العملة ليعرف الناس مراحل تطور العملة وكيفية الاهتمام بها وهذه معارض جميلة جدا يعني النارغونية كان يوجد معارض للعملات في مؤسسة السعيد لكن مع الحرب توقف والله كان موجود يعني كل الإصدارات حق العملة اليمنية موجودة في مؤسسة السعيد ولعل تقلب سعر الرياري وتدهور قيمته بشكل مستمر هو ما يجعل الشارع في تعز في حالة اهتمام دائم بأسعار العملة المحلية ويبقى سؤاله عن الإصدارات الجديدة وحول ما إذا كانت هذه الفئات حلاً أم تأجيلاً مؤقتاً لأزمات مالية متكررة خصوصاً وإن الطباعة تتم دون تغطية وللمزيد من الإطلاع يسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذ معاذ البركاني مدير عام فرع البنك المركزي بتاعز أهلاً بك معنا أستاذ معاذ أهلاً وسهلاً بداية الطبعة الجديدة للعملة المحلية وفرت للناس حل في مسألة التعامل في البيع والشراء لكن ماذا بشأن المخاوف من أن تكون هذه الإصدارات مجرد حلول مؤقتة قد يترتب عليها تداعيات مستقبلية أبرزها إنهيار قيمة الريال خصوصاً وأن هذه الطباعة تمت بدون تغطية بالنسبة للطباعة الأخيرة في 200 ريال هي تعتبر عملة مساعدة كما يعلم الجميع أن العملات المساعدة في 150 وأقل من ذلك 20 و10 لم تعد موجودة ومتوفرة في السوق من بعد الإنقلاب فكان لابد أن البنك المركزي يصدر عملة قديدة من هذه العملات المساعدة وينزيلها للسوق لكي يساعد الناس في قضوة حوائق كريم وتداولها ببساطة في السوق كونها من فئة صغيرة 100 ريال فهذا لن يؤثر ثان سلبي بحكم فئة 1500 أو 1000 ريال لذلك لا أعتبر أنه مؤشر سلبي بذلك الضخام أو أثرها لن يكون سلبي كثير بقدر ما هو لها أثر إيجابي للسوق نسبة الطباعة في هذه العملة كم بلغت؟ كم؟ نسبة طباعة العملة الجديدة؟ ما هي الإجراءات التي تختموها؟ هل كان لكم إجراءات فيما يتعلق بهذه المسألة؟ مثلاً كاشتراط البنك المركزي بعدم قبول عملة متهالكة؟ سياسة البنك المركزي تقتضي أن يتم استبدال العملات المتهالكة أو التالفة كما نسميها في البنك المركزي بالعملات التي ينزلها السوق بحيث أن البنك المركزي يحاول قدر الإصطاع هذه من سياسة البنك المركزي طبعاً لا يقوم بها الآن بالشكل المطلوب مثلاً عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي في الجمهورية لكن أنا أتكلم بشكل عام البنك المركزي دائماً أي فلوس يدخل إليه نقوم بعدها وفرزها تالف ونظيف أي فئة تالفة كل الفئات أبو ألف خمسمية مئة مئتين 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 وخمسين يقوم البنك المركزي بسحفها ثم إتلافها الكمية التي تتلف تحصر وتعد فكان من السابق ويقوم البنك المركزي بإنزال عملة بدل عملة يعني لا يؤثر سعرها في سعر السوق سعر العملة بشكل عام حالياً نحن نحص دائماً الحفاظ على هذه العملة العملة الورقية هذه هي تمثل سلوك حضاري هل تكفي التوعية أستاذ معاذ؟ أم أن هناك إقراءات صارمة هناك بعض إقراءات صارمة مثلاً بعض الكتابات العريضة بعض القصة المتعمد بعض إتلاف هذه العملة نعتبرها عملة لاغية لا نقبلها في البنك المركزي سواء من العملاء من البنوك أو من العامة ونقوم بمصادرتها لا نحن مع ذلك نقوم بتوعية الناس في الأخير هي ثقافة شخصية يعني سلامة الفلوس والحفاظ عليها هي كنظافة المنزل نظافة الشارع ولكن ربما المواطنين إذا كان هناك نوع من الإقراءات كما تحدثت صارمة ربما هناك سيكون التزام بالحفاظ على هذه العملة وهذا الأمر ملقي عليكم بدرجة أولا بالضبط لكن أنا بشكل عام أتكلم الثقافة تغلب أهم من القانون عندما يكون هناك ثقافة سلوكية ثقافة شخص ثقافة مجتمع القانون لا يفرض الثقافة القانون فقط لجهة رقابية أو للحد من الأخطاء لكن بشكل عام ثقافة الشخص ثقافة الإنسان إلى أي مدى وقدتم أن هذه العملة القديدة سهلت للمعاملات الشرائية للناس وإقبال الناس عليها إقبال الناس كان أكثر من المتوقع لنا قريبا عشر أيام ومقارب أسبوعين من حضرنا الفلوس من عدن كان في البداية الإقبال بسيط لكن خلال ثلاث أربع أيام استنفضت كمية كاملة التي حضرناها من عدن فلما نكون نتوقع هذا الإقبال الكثيف من البنوك، من الناس، من العامة، من الصرافين، شركات الصرافة، المندوبين جميع الناس، حتى الطلاب، حتى سواقي الباصات، البقالات، التجار الجملة والتكزية جميعهم أقبلوا عليها بشكل كبير جدا الملاحظ أن في هذه الأيام ظهور فئة المئة السابقة ما تفسير ذلك؟ المئة الطبعة السابقة فئة جديدة الآن متداولة بشكل كبير غير الطبعة القديدة لا، غير هذه الطبعة أنا أول مرة أسمع هذا الكلام هل هناك ربما قد يكون احتكار من قبل هذه السرافية؟ ربما كانوا عندهم محتكرين أو مخلزنين هذه الفئات يعني ما كانوا يريدوا يخرجوها للسوق وعندما رأوا الطبعة القديدة ونزولها في السوق في جميع المحافظات ليس في تعز بدأت في عدن نحن بعض يومين وثلاث أيام بعض ما أحظناها انتقلت إلى تعز في جميع المناطق الشرعية نزلت بفئة مئة كيف تنظر إلى هذه عملية الاحتكار؟ هل هي ربما قد تصنف قانونيا ضمن مخالفات؟ أعتبر شبه مخالفة يعني الذي احتكر عملة لماذا احتكرها العملة المساعدة هذه؟ يعني هو خلق أزمة أزمة في الصرف أزمة في التعامل سهولة التعامل وتداول العملة في قضاء حوائق الناس ما بينهم فأعتبر أكيد يعني ضمن المخالفات الكبيرة زرتم المعرض الذي يوثق للعملة اليمنية منذ عهود ومراحل تاريخية طويلة كيف كان انطباعكم؟ وما أهمية مثل هذه المعرض؟ صراحة أنا تفاجأت أن أخرج المعرض بهذه الصورة بالشكل الذي ظهر فيه أنا زارني دفعة ومدموعة من الدفعة التي تخرجت الدفعة الثامنة عشر في كلية العلوم الإدارية قسم علوم مصرفية قبل أشهر عرضوا علي مشروعهم وأنهم عملوا هذا المعرض تناقشنا دعمناهم بجوانب عديدة ووعدناهم بالحضور وأيضا أن نسحب بعد ذلك هذا المعرض إلى نضع له ركن أو مساحة نخصص له مساحة في البنك المركزي بصراحة أنا لم أكن أتوقع أن يخرج بهذا الإخراج أذهلوني في كمية المعلومات التي جابوها والعملات التي أرفقوها وتاريخها وإصدارها كان رائع أكثر من رائع كيف أهمية هذا المعرض لأن يؤرخ للعملات اليمنية؟ كما قلت قضية التاريخ مهمة جدا مهم جدا أن نعرف نحن أولا ثم يعرف أبنائنا ثم حفاظنا تاريخ العملة من متى بدأ إصدار العملة؟ يعني اتفاجأت أنا أن العملات ليست فقط في عهد الجمهورية اليمنية أو ما قبل ذلك أو قبل الوحدة أو حتى من بعد الثورة 26 ستمبر و 17 أكتوبر لا لأن هناك عملات من عهد الدولة الرسولية يعني وقدناها عهد الدولة الرسولية وعهد كذا إلى أن وصلوا إلى عام 2018 فكان شيء رائع يحسب لهم وأشكرهم على هذا الجهد وهذه المعلومات القيمة التي أتحفون بها في معارضهم هل لك من دعوة في ختام هذا اللقاء حول مثل هذه المعارض يعني ربما الاهتمام بالعملة اليمنية ربما الآن نجد الثقافة العامة هناك حالة استهتار بالعملة اليمنية ربما هذا يعود إلى أسباب معينة ثقافة مجتمعية وأسباب اقتصادي ربما إلى آخرين للعلم هناك من سبق في عام 2009 أو 2010 الأستاذ أحمد عبد الرحمن السماوي محافظ سابق من محافظية البنك المركزي أقام ليس معرضه إنما مكان مخصص في البنك المركزي في صنعة سابقا عندما كانت العاصمة قبل الإنقلاب فجمع فيه كمتحف سماها متحف للعملات اليمنية نفس الفكرة التي قام بها الشباب لكنها كانت بصورة أكبر مطورة ولازال موجود إلى الآن نتمنى أن يكون موجود إلى الآن هذا الشيء رائع هذه ثقافة نحن وهذه عملتنا هذه صور أو شكل من أشكال اليمنيين الاقتصادياً ومالياً ونقدياً نعرف الآخرين نعرف العالم نعرف بعملتنا بهويتنا بسلوكنا أدعو ختاماً أدعو جميع الناس للحفاظ على هذه العملات تدعو لها بصورة أرقى لا داعي للكتابة عليها أو التمزيق أيضاً الحافظة يفترض أن يحفظوها بشكل أرقى بشكل أسهل بشكل آمن لأنها في الأخير هي تعبر عن سلوكنا نحن كيمنيين نتمنى أن تصل هذه الدعوة بإذن الله وشكراً جزيلاً لك لأستاذ معاد البركاني مدير فرع البنك المركزي بتاعز شكراً جزيلاً مرحباً بكم من جديد يكتسب السوق البركزي بتاعز أهميته من كونه تجمع يضم العديد من الأسواق المتخصصة إضافة إلى موقعه الذي يحتل وسط المدينة ولعل سوق الخضار والفواكه الرئيس هو قلب هذا التجمع التسوقي الذي يوفر أجود أنواع المحصول الحقلي اليمني من الخضرة والفواكه على مدار العام نتابعه هي جولة في وسط مدينة تعز حيث تشكل زحمة الناس الحياة المفعمة بالأمل وحيث تزداد حركة الأسواق ومعها ينشط البيع والشراء في هذا التقاطع الرئيس لشارع جمال مع شارع التحرير يقع السوق المركزي للمدينة وفيه ملتقى أكبر تجمع لبائعي المنتوجات الزراعية اليمنية من الخضار والفواكه يمتد هذا السوق الذي يعتبر المحطة الأخيرة لمحصول الزراعة في اليمن من شارع جمال شمالاً وحتى شارع الخياطين جنوباً وفيه من الطيبات مما تجود به الأرض في تعز وعموم اليمن وتنعم به الأنفس هذا السوق شعبي نقد فيه جميع الحاجات لتطلبات الأسرة كامل من الخضروات من البقوليات من كل حاجة هنا موجود يستطيع أي مواطنة أن يأخذ جميع أغراضهم من داخل السوق هذا من دقاقة أو صيد أو طماطبطات بهارات متوافر أدوات منزلية حتى كمان كل شيء كل ما يحتاجه في المنزل يتواقد داخل هذا السوق يتخذ الباعة من وسط الشارع الذي يشكل السوق مكاناً لتموضع بسطات معروضاتهم التي تزخر بالكثير من الخضروات وتشكيلات الفواكه فترى المعروضة على نسق واحد قسم الشارع إلى قسمين وأصبح فيه ممران على يمين ويسار الباعة يسهل كل منهما إنسيابية وحركة المشتري حتى إذا ما وقعت عيناه على ما تطلبه النفس من المعروض دفع وأخذ ثم انصرف هذا السوق عام فيه من خلق الله تعالى مني عميل كثيرة فلي الله الحمد والشكر نقود حاجتنا هنا في هذا الأماكن نظر الله تعالى لكن الأسعار مرتفعة البطاطة الطماطة جميع الخضروات يؤمنون أن يكون هناك أسعار لك لا أريد الإنسان إذا لا يوجد أن يكون هناك وحصل معك هذا ممكن أن تطلبوا الأشياء الثانية يُعرض في هذا السوق وافر الخير وعطاء الأرض الطيبة ومما تنبت من البطاطس التي تتوافر في المركز بكميات كبيرة والطماطم ذوات الحجم الكبير واللون المصفر الذهبي والمحمر إضافة إلى منتوج البصل والخيار والفلفل الحار والفجل والكراث طيبات الأرض ورزق البلدة هذا الذي يعج به السوق المركزي بتعز فإلى جانب الخضرة تتدلى قطوف ثمار يانعة يشكل منها المنتج المحلي أكثر من 90% فهنا عناقيد العنب تملأ السلال ومن أجودها وبصنوفه المتنوعة الرازق والعاصم والأسود كما وتعرض ثمار الرمان في الصناديق المجاورة وما أطيب طعمه وأحلى مذاقه يباع في هذا السوق أيضا منتوجات البباي والبطيخ والفرسك والفرولة والتوت والبلس التي يكثر زراعته في جبال صبر وغيرها من مناطق تعز ويلعب التنوع المناخي الذي تمتاز به اليمن دورا في عملية تعدد المحصول الزراعي وبالتالي توفير إمداد يكفي الأسواق المحلية من هذه المنتوجات على مدار العام تمت من يعمل بصمت رغم أهمية ما يفعله في فقرتنا التالية سنقترب أكثر من العاملين على آلات الألعاب الترفيهية في الحدائق العامة نتعرف على مجهودات يبدلونها بهدف الحفاظ على سلامة النأسة ودون تعرض حياتهم للخطر هل تساءل أحد يوما ما عن الكيفية التي يتم من خلالها تأمين حياة هواة الألعاب في الحدائق العامة؟ وعن الوسائل المتبعة للحفاظ على سلامتهم أثناء ممارستها لهذه الهواية على ارتفاعات مختلفة هذا ما تبادر إلى الدهن ووقت كانت الحديقة في تعز تزدحم بمئات وربما الآلاف من المرتادين خلال أيام عيد الأضحى المبارك ليتم طرح التساؤلات على العاملين المسؤولين عن تشغيل وتأمين هذه الألعاب نقوم بتأمين الألعاب بشكل كامل لأن ذلك يعتبر من مسؤوليات العامل أساسا فأي خطأ أو اي ارتكاب تعامس أو اي تهاوم في ذلك يدب الروح الناس إلى ما قدر الله أولا نقوم بدخل الزبائن وذلك بصعودهم لعدد ستة أشخاص على حسب المقاعد نقوم بارتداء الهزامات الشرعية بعد ذلك الهزامة الأكبر اللي هو الحديدي فريق فني كان منهمكا في إصلاح وصيانة إحدى آدات الألعاب المعروفة بالساعة والغرض وفقا للعاملين هو إصلاح خلل فني وكجزء من الصيانة الدورية والمستمرة يتم إجراء الصيانة والمتابعة الدورية لهذه اللعبات المفاقدة خلال 24 ساعة وذلك حفظا على سلامة زبائننا يتم متابعة ربط الأحزمة كما تلاحظ قبل قليل يشعر الجمهور بأمان تام وهو يمارس هواياته في التسلية والترفيه على هذه الآلات التي تعد لعبة الأسطورة أكثرها إطارة ودهشة وذلك استنادا إلى إجراءات ونظم الأمان والسلامة المتبعة قبل الصعود إلى هذه اللعبة عادي مجرد ما يفعلوا حزام الأمان ويربطوا حزام الأمان خلال الصباح الوضع آمن الإجراءات هي ترتيب الزبائن بشكل تام ويدخلهم عن طريق عسكري الأم لفوق اللعبة ومعنا ألعاب والزملاء يقوم بتنشيط أحزيمات أمانهم نتينا تعليمات مهمة بأن يمنع منع عمبات الأطفال وأمراض القلب والضغط والنساء الحوامل وتعتبر التعليمات الإرشادية والتنبيهات جزءا مهما من إجراءات السلامة في الحدائق حيث توضع اللوحات بجانب كل وسيلة من هذه الألعاب المعلقة للترفي والهدف ضمان وسلامة الزوار وجعلهم يقضون متعتهم في أمن وسلام إلى هنا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع نترككم في رعاية الله وحفظ على أمل أن نلتقيكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ومواضعة متنوعة إلى اللقاء أعز مدينة نعم المدينة سقها الصبح نسبته ولنا سقها الصبح نسبته ولنا ترجمة نانسي قنقر